بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد عدد سنتابع فيه كما فعلنا دائما الكثير من الأخبار ابقوا معنا وتابعوه للنهاية أدل الدولي الجزائري يسبب ليلي بأولى تصريحاته للموقع الرسمي لناديه الجديد بليلي تكلم عن طموعته الفردية وأكد أن على رأسها العودة للمنتخب الأمر متوقع لكنه قد يكون مؤجل بحسب رأيه المتباضع ويحظى بليلي بثقة كبيرة من طرف النهغ بالوطن جمال بالماضي والذي سبق وصرح أنه في حال عاد ووجد فريق فإنه سيستدعيه مباشرة لأنه لا يملك بديل قوي له لكن رغم ذلك عودة بليلي في تربص سبتمبر تبقى جد مستبعدة والعودة قد تكون في التربصات التي تليه كما كان متوقعا تواجد لعب الخضر أدم الناس في تدريبات فريقه ليل بعد أن تعاف من الإصابة التي عان منها في لقاء براندفورت في آخر لقاءات ليل الودية والناس ركن للراحة لمدة أسبوع وغاب بسبب ذلك عن لقاء نيس في افتتاح الدوري لكنه سجل تواجده في تدريبات فريقه يوم أمس الاثنين وظهر بشكل رسمي وعلني في تدريبات ليل اليوم الصحافة الفرنسية قالت أن آدم الذي بدأ الحصة التدريبية مع بقية زملائه لم يكملها وقام بخصة تقوية العضلات في القاعة ولم تشير المصادر لسبب مغادرة الناس لكن وبكل تأكيد اللاعب الجزائري يحتاج لعمل بدني إضافي من أجل تدارك التأخر الذي عان منه بعد الغياب الأخير والأمر ليس له أي علاقة بإصابة جديدة عدم معاناة الناس من إصابة وعودته في وقت مثالي قد يعني قدرته على المنافسة على مكان في التربص المقبل للمتخب الوطني والناس يملكوا وقتا كاف لأجل لعب لقاء أو لقاءين على الأقل ومع مشاركتي في كثير من اللقاءات الودية طيلة الصيف فإن الأمر قد يكون مقنعا لبل ماضي ولو أن المنافسة ستكون شديدة بتواجد بوع الناني وأيضا محرز رغم انهزام نادي والفر هامتن ضمن ختام الجولة الأولى من الدور الإنجليزي إلا أن لاعبه نالوا إشهد كبير بعد وقوف من ندل الند ضد مونشيسر يوناتد وهو واحد من مرشحين الفوز للفوز باللقب الدوري هذا الموسم من بين هؤلاء اللاعبين نعب الخضرين أيث نوري أيث نوري وكما كان متوقعا بدأ الموسم أساسيا ورغم عدم إنهائه لللقاء إلا أن مجرد بدايته كأساسي أمر مبشر الجزائري قدم كثير من اللمحات خاصة على الصعيد الهجومي حيث أظهر مرة أخرى أن الشق الهجومي لديه تطور أكثر من الشق الدفاعي مشاركة أيث نوري كأساسي وحفظه على مركزه في اللقاءة المقبلة سيعني بكل تأكيد عودته للمنتخب ضم النادي الأهل السعودي مدافع أطالنطا التركي مليح ديميريل رسميا بعق طويل الأمد ضم ديميريل ربما يكون خبر أسعد عن صار الأهلي وهو الذي سيزيد الفريق صلابة دفاعية لكنه سيعني بطريقة مباشرة رحلة دولي الجزائري رياض بودبوز القانون في الدور السعودي يسمح فقط بتسجيل ثمان لاعبين محترفين والأهل السعودي يضم حاليا كل من الحارس مندي فيلمينيو ألانسا ماكسيمين محرز إيبانياز فرانكيسي عليوسكي ورياض بودبوز وهم ثمان لاعبين وقدون ديميريل سيعني خروج لاعب من الثمانية ولن يكون سوى الدول الجزائر السابقة على عكس الموسم الماضي بدأ لاعب الخضر الصوفيان في قولي موسمه الجديد أساسيا مع فريقه التركي فاتح قرى جمروك مدارفات قرى جمروك وضع ثقته في صوفيان منذ البداية وهذا عطفا على المستوى المميز الذي قدمه طيلة فترة التحضير في قولي لم يكتفي بالمشاركة أساسيا ولعب تسعين دقيقة وقدم أيضا مستوى جد جد مقبول ومباشرة بعد عودته للتشكيل الأساسي لفريقه وتقديمه لمستوى جيد تعالت الأصوات المنادية بضرورة عودة صوفيان في قولي للمنتخب الوطني في قولي اعتبر لعدة سنوات قلب المنتخب النابض وأهم لاعب فيه بل ماضي الآن مطارب بتعميل العقل والتفكير ماليا وفي حال رأى أن إعادة في قولي ملحة فإعادته ستكون قريبة لكن وجبت الإشارة إلى أن في قولي ربما لن يعود لتواجد لاعبين جيدين في نفس مركزه في الوقت الحالي في صورة حسام عوار وأيضا فاتشيبي نشير في الأخير إلى أن في قولي لعب في مركز محور الوسط في لقاء بيزيكتاس يوم أمس وهو مركز جديد عليه كليا ورغم ذلك قدم مستوى طيب قالت صحيفة الكورييري ديلو سبور أن إدارة لاتسيو الإيطالي قد غيرت رأيها بخصوص وضعية الدولي الجزائري محمد سليم فارس فبعد أن لعب كثير من اللقاءات في فترة التحضير وتحدثت كثير من التقارير أن دوره في الفريق سيكون كبير وربما حتى يبدأ الموسم كأساسي قالت الكورييري أن الأمور قلبت وأن اللاعب أقرب للرحيل الآن ولم تشر الكورييري للأسباب المعلنة لتغيير رأي المدرب والإدارة لكنها ألمحت إلى عدم الثقة في وضع اللاعب بدنيا فارس وبحسب نفس المصادر قام بعمليتين جراحيتين على ضباط السليبي في آخر ثلاث سنوات وغياء وغاب بسببهما لمدة عام ونصف لذلك فإن المغامرة بعدم ضم ظهر أيصر قد يكلف الفريق كثيرا موقع شيتا سيليستي تكلم بدوره عن إمكانية رحيل فارس لكنه أعطى سببا آخر أكثر إقناعا دفع الإدارة تغيير رأيها واتخاذ قرار بيع اللاعب الجزائري موقع شيتا سيليستي قال أن النادي تلقى اتصالات أولية من أحد الأندية العربية والتي أبدت إدارة هانية في ظن فارس ومع المبالغ الكبيرة التي تدفعها الأندية العربية حاليا فإن بيع عقد اللاعب قد يكون أحسن النادي المعني هو نادي الوحدة السعودي ورغم أنه ليس من أندية القمة في السعودية إلا أنه قد يدفع رقما لا يحلم به لا اللاعب ولا ناديه المصدر الإيطالي قال أنه لغاية الآن نادي الوحدة لم يقدم عرض رسمي لكن التوقعات بفعل ذلك في الأيام المقبلة كبيرة جدا رغم الحديث عن اتفاقه مع نادي الغرافة إلا أن الجزائري محمد الأمين توقاي قد يأخذ مصار مختلف تماما مصادر فرنسية كشفت أن التوقاي قد يلعب في فريق أوروبي كبير وهو نادي بورتو نفس المصدر كشف أن النادي البرتغالي مهتم بضم الجزائري لكن وبرغم ذلك قال أنه لم يتحرك صوب اللاعب الجزائري وكل ما في الأمر متابعة ومراقبة ولم تصل لغاية الاتصال أو تقديم عروض أولية بالحديث عن الغرافة والخليج كشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه لا يملك أي نية للعب هناك وهو بهذه السن توقاي يرى أنه قادر على اللاعب في أوروبا ولو من بوابة نادي متوسط أو حتى متواضع لذلك فإنه سيفكر ألف مرة قبل اللاعب في الخليج توقاي يرى أن مستقبله في أوروبا وهو يستهدف خاصة اللاعب في الدول الفرنسي لكن بين فرضيتي الخليج وأوروبا هناك فرضية ثالثة وهي البقاء مصادر تونسية كشفت أن مدرب الترجي لا يرغبت في التخلي عن توقاي ويرى أنه عنصر مهم في التشكيل للموسم المقبل ورغم اقتناع الإدارة بهذا الرأي إلا أنها ترى أنها مضطرة لبيع اللاعب لكن رأي المدرب ربما يكون الغالب في الأخير أدل مدرب بيزيكتاس سوني الجونيش بتصريحات أعقبت فوز فريقه في أولى شوالات الدور التركي على حساب نادي فاتح قرى جمرك سوني الجونيش سئل عن وضع بعض اللاعبين وكان من بينهم رشيد غزال وهنا رد التقني التركي أنه لا يعرف أي شيء يمكن أن يفيد به الأنصار غزال الإشارة بات مرشحا أكثر من أي وقت مضى للرحيل النادي ضم ريبيتش قبل أسبوع وضم الإنجليزي تشامبرلين أمس وكلاهما ينشط في مراكز الهجوم ومع الرغبة في ضم البرازيل التعليسكا مهاجم النصر فإن غزال وقتها ربما لن يجد حتى مكان في الدكة للجلوس عليها سوني الجونيش تكلم عن وضع غزال البدني وقال أنه يتعافى بشكل جيد وسيكون حاضرا لأجل القيام بحصة ركض في حصة الاستئناف والتي ستكون الغدا الأربعاء وضعية غزال بخصوص الإصابة أيضا غير واضحة لكن وبكل تأكيد المدرب لم يغامر به في اللقاء المقبل كما كان متوقعا أعلن نادي جوستيب بيسبور التركي رسميا تعاقده مع الدول السابق في المنتخب المحلي ولاعب كورتري بيلال بن سعودي مسعودي الذي كان قد تعطل انتقاله قبل أيام بسبب مشكل في التأشيرة يكون قد تحصل على تأشيرته بشكل عادي ووصل مدينة إزمير التركية يوم أمس ومر على الفعوصات الطبية بشكل سليم قبل أن يوقع رسميا الموقع الرسمي لنادي جوستيب بي الذي عبر عن سعادته بضم الجزائري أكد أن بيلال انتقل فقط بنظام الإعارة وليس انتقال نهائي إعارة لمدة موسم واحد مع حقية الشراء في نهايته في حال اقتنعت الإدارة بيه جوستيب بي للإشارة ينشط في الدرجة الثانية التركية وهدفه سيكون الصعود وانتدام مسعودي كان أساساً يكون قائداً مشروعاً في الشق الهجومي قاد لعب الخضر مهدي ليريس ناديه سامدوريا لتجاوز الدر الأول لكأس إيطاليا بعد إطاعته بنادي سيدي ترول اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع تأهل رفق الجزائري بركلات ترجيعهم مساهمة ليريس كانت فاعلة حيث كان صاحب الهدف الوحيد لفريقه وهو ما جالب له ثناء كبير من الإعلام المقرب من ناديه ليريس برغم أرقامه الضعيفة جداً في الموسم الماضي إلا أنه استهل موسمه الجديد بهدف ويتمنى بكل تأكيد أن يواصل على نفس هذا النهج تعلق ليريس وقيادته لفريقه للتأهل لا يعني باتة أنه سيبقى ومدرب الصامب أراد استغلال كل اللاعبين المتاحين أمامه وبما أن ليريس لم يبع لغاية اليوم فإن استغلاله أمر مرطقي مرة أخرى تكلمت الصحافة الإيطالية عن اتفاق نهائي بين إدارتين ميلان وسلارنيتانا من أجل انتقال الدور الجزائري المستقبل ياسين عدلي من الأول للثاني الصحافة الإيطالية قالت أن المفاوضات بين الطرفين لم تتوقف منذ فترة ويبدو أن الاتفاق قد حصل ولو أن الكثير من المصادر تكلمت عن اتفاق نهائي في وقت سابق من دون أن يحصل الصحافة الإيطالية قالت أن الاتفاق هذه المرة نص على انتقال عدلي بنظام الإعارة لكن إعارة جافة من دون حقية الشرع إدارة ميلان وبعد أن رفضت مبدأ الإعارة طويلا وفقت عليه في الأخير لكن مع الشرط بعد موجود بند حقية الشرع يعني أن نادي سلارنيتانا لن يكون من حقه ضم عدلي لو قدم مستوى كبير وعليه تحضير اللاعب للميلان وحسب ولا يعلم إن كانت الأمور قد انتهت فعلا هذه المرة لكن يبدو أنها ستنتهي حقا المدير الرياضي لسلارنيتانا ديستانتس يعمل حاليا على وضع اللمسة الأخيرة على الصفقة والجزائري قد يظهر سريعا مع ناديه الجديد يشار إلى أن عودة أخبار انتقال عدلي جاءت في وقت جد حساس وبعد الحديث عن رغبة اللاعب في البقاء والاستقرار إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نرتقي غدا إن شاء الله ابقوا أوفئة للقناة السلام عليكم